موسيقى مع استمرار اتفاع الدولار تواقع لعقد جلسة برلمانية استثنائية والفتلاوي تنتقد صمت محافظ البنك المركزي انتياكات أبرغيف ولجنته تفجر غضبا شعبية ومطالبات برلمانية بمحاسبة جميع المتورطين بالجرائب موسيقى مجلس الخدمة يطلق استمارة توظيف حملات الشهادات العليا والأوائل ومحاضر مدينة الصدر يطالبون بالتثبيت البصرة تتزين تحضيرا لعرسها الخليجي وسوداني يوجه بإتاحة البث التلفزيوني للبطولة مجانا لجميع القنوات اهلا بكم والبداية من الارتفاع المستمر بأسعار صرف الدولار تستمر أسعار صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع مقابل الدنار في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد لتتجاوز حاجز المائة والخمسة والخمسين ألف دينار لكل مئة دولار وذكر مراسلون أن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت سعر صرف بلغ مائة وخمسة وخمسين ألفا وستمائة دينار لكل مئة دولار مشيرا إلى أن أسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرف بالأسواق المحلية في بغداد وسجلت البيع أيضا مائة وخمسة وخمسين وسبعة مائة وخمسين دينار لكل مئة دولار بينما بلغت أسعار الشراء مائة واربعة وخمسين ألفا وسبعة مائة وخمسين دينار هذا ووقع نحو خمسة وستين برلمانيا على طلب عقد جلسة نيابية سيثنائية لمناقشة ارتفاع صرف الدولار وفق ما ذكره النائب رائد المالكي وقال المالكي أن خمسة وستين نائبا وقعوا على طلب عقد جلسة سيثنائية لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار لافتان إلى أن الطلبة تضمن استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الأمر واستضاح الأسباب الحقيقية وتقييم إجراءات الحكومة دعت رئيس كتلة حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لطمأنة الجماهير إذا ما يحصل من ارتفاع في أسعار الدولار الفتلاوي في تغريدة لها أشارت إلى أن الأسواق تعيش حالة من الهلع والاضطراب نتيجة الارتفاع السريع لأسعار الصرف فيما انتقدت صمت محافظ البنك المركزي إذا ما يحصل من تداعيات خطيرة قد تنعكس على الأسواق كونه لم يحرك ساكنه من جهته عز المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الدنار العراقي إلى عوامل خارجية عدة وأكد صالح سعي الحكومة للسيطرة على سعر صرف الدولار وتحقيق استقراره في السوق لافتني إلى أن الإجراءات المستحدثة في توفير منافذ واسعة ومتعددة رسمية لعرض الدولار تمثل خيارا صحيحا لتحقيق الاستقرار بسوق الصرف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الاتهيئة النزاهة الاتحادية استقدام ثلاثة محافظين سابقين للديوانية وبابل وذكر بيان للهيئة أن استقدام محافظة ديوانية السابق جاء بسبب قيام المحافظ بالتوقيع على عقد تجاري بالرغم من المخالفات الموجودة فيه لافتني إلى أن محكمة تحقيق الحلة المهتصة بالنظر بقضايا نزاهة أصدرت أمرا باستقدام محافظي بابل الأسبقين لقيامهم عمدا بارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفية قرر مدير عام هيئة الجمارك شاكر الزبيدي سحب يد مدير جمرق طريبيل وستة موظفين آخرين الزبيدي بحسب وثيقة قرر سحب يد مدير جمرق طريبيل وموظفي الكشف ومدير جمرق المجمع التصديري ولجان الكشف وإحالتهم على التحقيق كما أوصى الزبيدي باتخاذ الإجراءات القانونية على موظف السنار التابع لهيئة المنافذ الحدودية لتقصيرهم في عملهم في ملف انتهاكات لجنة أبو رغيف طالبت كتلة الصادقون النيابية رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني بمحاسبة أحمد أبو رغيف ولجنته ومن كان يرأسهم النائب عن الكتلة أحمد الموسى ويقال إن الدخان المثار حول لجنة أبو رغيف غير الدستورية التي شكلها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي متهم بالفساد والتعذيب وانتزاع الاحترافات بالأسليب اللا إنسانية وطالبا مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء بمحاسبتهم جميعا بعد إزاحة الستار عن جرائم لجنة الأمر الديواني 29 التي كشفت عنها تقارير دولية مؤممية لا تزال اتهامات أو اتهامات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان تتوالى على رئيسها المقال أحمد أبو رغيف يستمر صداء انتهاكاتها ويتوسع عدد المعذبين فيها لجنة أبو رغيف والتي اكتسبت شهرة دولية فجرها تقارير أمريكي وكشف بعضا من خفاياها شهرة سلبية تبين مدى الوحشية والابتكار في طرق انتزاع الاحترافات معلومات أن حكومية تعلن ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة إلى أكثر من 3000 ادعاء تضمن استعمال وسائل غير مشروعة أثناء الاستجواب من قبل موظفين ومكلفين بخدمة عامة كان هناك انتقاء لهذه الرؤوس ولكن لم يتم المحاسبة كفاسدين لبقية الأشخاص أو حيتان الفساد في ذلك الوقت اليوم أنا قلت اليوم على حكومة السودانية عليه أن يعيد النظر ويعيد التحقيق ويعيد ملف أبو رغيف مع المحكمة الاتحادية ومع القضاء العراقي ومع أخير من القضاة كي لا يغبن حق الآخرين في هذا الموضوع ومع ما فجرت هذه المعلومات من نيران غضب لجمعية حقوق الإنسان تبقى خفايا لجنة زائر الليل أكثر قتامة بحق الموقوفين إذ يبينوا قانونيون إن أساليب التعذيب وانتزاع لاعترافات قصران جريمة تنافي جميع التشريعات العراقية وتنافي أيضا المبادئ الأخلاقية لما لا من إمكانيات في توريط أبرياء تحت وطأة التعذيب إذا هناك تعذيب أو انتهاكات نفسية أو جسدية أو انتهاكات أخلاقية راح يعترف بما يشاء المحقق ولكن هل هذا صحيح؟ الجواب كلا يتنافى تنافيا كليا مع ما أراده المشرع العراقي من قانون العقوبات العراقي وفق معطيات حكومية إن ملفات إدعاء إنتهاكات لجنة الأمر الديواني رقم 29 وحيلت إلى جهاز الإدعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وعلى خلفية الإدعاءات بوجود انتهاكات للجنة أبورغيف بحق متهمين وحيلة عدد من المسؤولين في الحكومة الماضية إلى الجهات القضائية لغرض إجراء التحقيقات مصطفى الوش الرابعة بغداد وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني زيارة رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني الأخيرة إلى بغداد بغير المهمة لحسم المواضيع بين المركز والإقليم عضو الديمقراطي وفاء محمد أكد أن هناك وفدا حكوميا هو المسموح والمعترف به من قبل الحكومة المركزية لتنفيذ نقاط المنهاج الوزاري مشيرا إلى أن زيارة طالباني لبغداد ليس لها أي دور إيجابي ولا سلبي حول المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل تحول الخلافات داخل البيت الكردي دون استمرار جولات التفاوض التي من المفترض أن تجري بين المركز والإقليم إذ يرى مراقبون أن الزيارات الفردية إلى بغداد دليل واضح على عمق الخلاف بين الحزبين الكرديين مقاطعة الاتحاد الكردستاني لحكومة الإقليم ومواصلة خلافه مع الحزب الديمقراطي قطع استمرارية جولات التفاوض التي من المفترض أن تجري بين الحزبين وحكومة المركز لكن ما حصل هو أن المباحثات حصلت لكنها منفردة كلا على حدا يعني أعتقد الخلافات بين الاتحاد الديمقراطي ليست ولدة اليوم وبالتالي هناك تنافس وتدافع داخل أقليم كردستان حول النفوذ لعله قضية الديمقراطي بحيمنته وسيطرته على أقليم كردستان هو يستفز الجانب الاتحاد الوطني وبالتالي هناك ملفات كثيرة لم يتم حسمها ما بين الطرفين وهذا انعكست حقيقة على الفريق المفاوض في بغداد الزيارات الفردية التي أجراها الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي إلى بغداد أخيرا يراها متابعون إثباتا للتوتر الداخلي الذي تعيشه الكتل الكردية فيما بينها ولواقع العلاقة المنقسمة بعد أن تفرعت المطالب التي قدمت إلى حكومة بغداد الخلاف بين الحزبين الكرديين قد ينعكس سلبا على سير المفاوضات والأشواط التي قطعتها هذه الأحزاب مع المركز لذلك اليوم كم الهائل من المباحثات التي أجريت في السابقة تلغى جميعها باعتبار اليوم الوفد الكردي يأتي بمطلبين ويأتي بحزبين متنافرا فيما بينهم الخلاف الكردي يتكرر بين موسم وآخر سببه عدم وجود مركزية في التفاهمات التي يعقدها الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي من جهة والأمر الثاني هو أن كل من الحزبين يريد السيادة له على الآخر بشأن المكاسب الموجودة في الإقليم وطريقة توزيعها بشكل نهائي المشاكل الكردية الداخلية بين الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي وفي حال استمرارها من الممكن أن تؤثر على طبيعة أشواط المفاوضات التي قطعها الإقليم مع المركز أحمد ليث بغداد الربيع بعيدا عن السياسة وخلافاته علن مجلس الخدمة الاتحادي إطلاق استمارة التقديم على الدرجات الوظيفية للتعين الأوائل وحملة الشهادات العليا رئيس المجلس محمود التميمي دعا الذوات المشمولين والمستوفين الشروط المنصوصة عليها إلى تقديم طلبات التعين عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم الإعلان عنه في الموقع الرسمي للمجلس وبين التميمي أن التقديم سيتم بدءا من اليوم ولغاية الاثنين الموافق السادس عشر من كانون الثاني المقبل وبالتزامن مع ذلك خرجت تظاهرة حاشدة لمحاضري مدينة الصدر شرق بغداد للمطالبة بتثبيتهم وقال مراسلنا أن المئات من محاضري مدينة الصدر خرجوا بتظاهرة أمام بوابة المنطقة الخضراء للمطالبة بإنصافهم من قبل وزارة التربية ومحافظة بغداد بعد عدم شمولهم ضمن قوائم المحافظة الخاصة بتثبيت المحاضرين لافتا إلى أن المحاضرين قد أعلنوا مقاطعتهم للدوام حتى الاستجابة وإدراج أسمائهم ضمن القوائم المرفوعة من قبل المحافظة إلى التربية ومجلس الوزراء شهدت العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد موجة ضباب كثيفة تسبب بنعدام الرؤية إلى أقل من 500 متر وفق تقديرات خبراء الأرصاد الجوية مراسلون أكدوا أن تيارات ضباب كثيفة جدا غطت سماء وشوارع بغداد ومحافظات الوسط والجنوب فضلا عن مناطق أخرى هذا وتتسبب موجات الضباب إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق لأقل من 500 متر يشهد العراق مساء اليوم هطول موجة أمطار تستمر حتى مساء يوم غد الثلاثاء بحسب ما أكده المرصد الجوي وقال المرصد أنه يتوقع أن تسقط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة الليلة ونهار الغد في مدن الأنبار وغرب النجف ومحافظة المثنى والبصرة مضيفا أن باقي مدن الفرات الأوسط ستشهد قطرات محدودة وعشوائية لافتان إلى أن العاصمة بغداد وديالة وشمال البلاد أصبحت خارج نطاق الحالة الماطرة أكدت وزارة الهجرة والمهاجرين أن الوضع في مخيمات النزحين تحت السيطرة بعض الأمطار الأخيرة التي مرت على البلاد وقالت الوزارة أنه على الرغم من الموجة المطرية القوية إلا أن مخيمات النزوح في جميع المحافظات لم تتأثر حتى الآن لافتة إلى أن توزيع المواد الغذائية على النازحين في المخيمات كافة مستمر بشكل شهري تحسبا للسيول القادمة من الحدود شكلت واسطة خلية أزمة بعد موجة الأمطار الغزيرة التي غمرت معظم محافظات البلاد في ظل مطالبات بضرورة استثمار هذا الأمر لتعزيز الخزين المائي موجة الأمطار الأخيرة محافظة واسط تشكل خلية للأزمة تحسبا لموجة سيول قادمة خلف الحدود الدفاع المدني يؤكد جهوزيته الكاملة في مباق التشكيلات الخلية كذلك طبعا تم تشكيل خلية الأزمة برأس السيد محافظة واسط الرئيس العلالة للدفاع المدني هذه الخلية تم تفعيلها يوم أمس وهذا اليوم الاستعدادات مستمرة وجارية وحاليا تم إكمال كل الاستعدادات بالنسبة لمديرية الدفاع المدني واسط أجري استعداداتنا الكاملة تهيئة محطاتنا وتهيئة الشبكات وتهيئة الآليات لإستقبال هذه الأمطار إن شاء الله بذن الله تعالى وبمعنى من الله سبحانه تعالى أنه عندنا القدرة أن نوجه هذه السيول مراقبون أكدوا ضرورة استفادة جهود تلافي الأحداث قد تتكرق السنوات السابقة من غرق للمنازل ودمارا لمزروعات الفلاحين مشددين على ضرورة استثمار الأمر في تعزيز الخزين المائي الحالة التي حدثت هي حالة كبيرة وأكبر من استعدادات محافظة واسط نتمنى أن تمضي الأمور على خير وأن يتم استغلال هذه الكميات من المياه التي تساقطت على محافظة واسط في خدمة الواقع الزراعي في هذه المحافظة وتشهد محافظة واسط سنويا موجة من السيول كون معظم المناطق الحدودية تشكل منخفضا حدودي في حين يعاني كثيرون من الفلاحين دمارا لمزروعاتهم في حال لم يشرعوا بإجراءة وقائية هذا وتجذر الإشارة إلى قدوم كميات كبيرة من مياه السيول إلى محافظة واسط والحديث الأكبر عن تفاديها أو الحفاظ عليها من المحافظة ذاتها سجاد العطية الرابعة قالت الحكومة المحلية في ميسان أن مستوى السيول القادمة من الجانب الإيراني عبر مهرب الشماشير الشمالي في قضاء على الغرب بلغ من 20 إلى 25 مترا مكعبا في الثانية مدير الموارد المائية في المحافظة على الساعد قال أن المياه المتدفقة نتيجة السيول من المؤمن لها أن توزع على الأهوار الوسطى عبر بعض الأنهر والجداول الصغرى متوقعا وصول موجة سيول جديدة في الأيام المقبلة تسببت الأمطار الأخيرة بأذية معظم المناطق في ميسان بسبب غياب الخدمات فيها رغم التخصيصات المالية التي وضعت في الموازنة لتحسين واقع البناء التحتية في المحافظة بصورة متشابهة لما بدأت عليه جميع المحافظات العراقية بعد تعرض هذه الكثافة في تساقط الأمطار تظهر ميسان بأزمة مشاكل صرف المياه وسوء القطاع الخدمات منطقة المدثرة هي أكثر تضررا في المحافظة نتيجة سوء الواقع البناء التحتية فيها الأمر الذي ولد استياء واسعا لدى سكانها مجالي اشتغلنا على عسابنا أقل شكل بيت خمسمائة ألف وتوتت تشبه حال المنطقة هس فرد كهرباء لحد الأصلاة ثلاثة طافية وكهرباء أصلا تعبانة الشعب غير إليه موازنة موازنة غير المتجيب البقعة الجغرافية هم تتابعة المحافظة احنا دعينا حتى السيد المحافظة صار لأربع سنوات ما أحد يجينا ما أحد يجينا أبدل ما أحد يجينا ويقلنا شين تحتاجونه وشين تريدونه ما أكو يابا معودين أخواتكم بالانتخابات يجون يابا انتخبونه قلنا لهم يابا كيش ماريد نعيدكم بس المجاري التبليط هايح واقع حانة جهانة تعبانة والله لو تشوف ستاد داك اليوم آني كاذ الكرك والبنات هذان خطيئة بالمتوسطة كل من يلزق تكرم حذاها بالقاع وتمشي حافي ومع ما أنفق من أموال طائلة خصوصا ضمن الموازنات المركزية لمحافظة ميسان ولسيما المشاريع البنى التحتية إلا أنها لا زالت تعاني واقعا مأساويا ونقص حد في الخدمات والله احنا ناشدنا هواي ناشدنا المحافظ بشي تواني قدر نطلع معانات والله نعيش احنا بمعانات ناشدنا المحافظ والكهرباء صار لها ثلاثة أيام طاف يدرون المنطقة كلهم ناشدنا الكهرباء خابرناهم ما قدروا ما قدرونهم ما مقصرينه الكهرباء بس ما يقدرون يصلون من الطرق طرق تعبانه ما يقدرون يصلون من منطقة ويعو المواطن وميسان على الحكومة الجديدة في تقديم جهودها للمحافظة للمعالجة الواقع المرير الذي يحانوه طيلة السنوات يعني الله شاهد بضيم يعني هاي طلابنا صار لخمسة أيام ما مدومة تشوف يعني مين تطلع الطلاب المدرسة هاي على الساس قالوا راح يبعدون نظام هلين وقعت على الطلاب حولوها العمارات زين العمارات لازم خطوط وهاي طلاب نشلون يعني ما أعرف تشوفها للطلاب الكهرباء صال هربعة أيام شاد الله كهرباء ماكو ماي ماكو يعني كل احنا شفت العبارات كاتبين الدار للبيع يعني كل احنا راح نشيل ونخل وين ما شان حط شاش يسوي نعمة الأمطار تحول الشوارع إلى مستنقعات مائية بسبب ضعف الخدمات أو انعدامها في أغلب المناطق في المحافظة حمزي حسين قناة الرابع ميسان في ملف خليجي خمسة وعشرين شدد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني على أهمية بطولة خليجي خمسة وعشرين ورمزيتها لدى العراقيين والأشقاء المشاركين السوداني ضمن استقباله سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج وسفير اليمن لدى العراق أكد أن البطولة تمثل مناسبة للقاء الأخوة على أرض العراق من جانبهم أكد سفراء دعم بلدانهم لإنجاح خليجي خمسة وعشرين في العراق رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني أعلن إتاحة النقل التلفزيوني لبطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في البصرة لجميع القنوات التلفزيونية لافتا إلى أن الحكومة العراقية ستعمل ومن خلال جميع الوزارات والحكومات المحلية في تسخير الجهود والإمكانيات لإنجاح هذه البطولة اليوم زيارتنا للمدينة الرياضية في محافظة البصرة للإطلاع على الاستحضارات والاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة الخليج العربي خمسة وعشرين هذا الحدث الرياضي الذي ينتظره الجميع خصوصا لأبناء الشعب العراقي بعد غيبة طويلة امتدت إلى أكثر من 43 عام عن هذه البطولة سوف نعمل كحكومة ومن خلال كل الوزارات والحكومات المحلية في تسخير جهودنا وإمكانياتنا لإنجاح هذه البطولة والاستضافة الأشقاء من دول الخليج العربي من فرق وامتخبات وكذلك مسؤولين وجمهور هذا الجمهور المتعطش للعودة إلى التواجد في الملاعب العراقية أيضا اليوم تم حسم موضوع نقل المباريات بقرار وتوجيه أنه سوف يكون متاح لكافة القنوات المحلية في نقل المباريات البطولة لإبساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور العراقية الذي قد لا يتمكن من التواجد في محافظة البصلة يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي ضيفا على فريق الميناء مساء اليوم في مباراة ودية بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الدولي بمدينة البصرة والذي سيحتضن مباريات المجموعة الثانية في خليج 25 إدارة الميناء أنجزت جميع الجوانب الإدارية والأمور اللوجستية لإقامة هذه المباراة الاحتفالية أمام الأبيض الكويتية الذي وصل مساء أمس إلى البصرة من طريق البر بوفد ترأسه رئيس النادي وضم أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية أيضا بالإضافة إلى 19 لاعبة في ذقار تعيش الأوساط الشعبية والرياضية فرحت احتضان البصرة لبطولة خليجي 25 حيث نظمت إحدى الجمعيات المدنية مهرجانا لإطلاق أوبريت ترحيب بالضيوف والمنتخبات المشاركة في هذا العرص الخليجي مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كاس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة تواصل القطاعات الشعبية بمختلف فعالياتها ترحيب بهذا الحدث الرياضي وعلى طريقتهم الخاصة نشوده في ملعب الطلبة تابع للمديد الشباب الرياضي في ذقار بتواجد من الإعلاميين والفنانين والرياضيين نشوده لدعم كاس الخليج إن شاء الله محافظة ذقار ستكون داعمة بكافة الأمور التي تحتاجها البصرة حقيقة هو هذا المبادرة بادرته كل المحافظات بس أنا وجدت الناصرية ما لها مشاركة بالأوبريت فبادرت بهذا الموضوع وسجلته واتفقت وشعراء اثنين وملحن وكملته واليوم إن شاء الله تصوير الأوبريت هنا في الناصرية تصاعد الدعم والترحيب الشعبي مع العد التنازلي لانطلاق البطولة الغائبة عن العراق لسنوات طويلة إذ نظمت أحدى الجمعيات المدنية أوبريت ترحيبي بهذا الحدث المهم احتفالية أوبريت مبسطة حول استضافة العراق لكاس الخليج النسخة 25 في البصر إن شاء الله يوم 6 يناير جاءت هذه الفكرة دعما لبطولة كاس الخليج التي غابت عن العراق تقريبا 40 سنة ومشاركة ثمان فرق خليجية الحمد لله اليوم بحضور شخصيات رياضية وتربوية وأكاديمية ويبدو أن الفعاليات ستتواصل من مختلف الفئات العمرية كتعبير عن دعم المجتمع المحلي لأي نشاط يسهم في أعادة شكل الحياة الطبيعية بعد عقود من الشد والصراء محافظة الذقار كان السباق في الحدث الرياضي ودعم بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة السادس من شهر يناير من ذيقار نور صادق قناة الرابعة الفضائية تظاهر العشرات من مواطني محافظة ديالة المطالبة بالتعيين قائد للشرطة من أهل المحافظة وجاءت هذه التظاهرة بعد تكرار الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة في الأيام الماضية بعد الاستفزاز الأخير بدماء محافظة ديالة اليوم أغلب القادة الأمنين هم مؤمن محافظة ديالة اليوم نحن عندنا مطلب واحد أن يكون مدير شرطة محافظة ديالة من أهالي محافظة ديالة يعرف جغرافية المحافظة يعرف المحافظة هي عبارة عن عراق مصغر ملون يعرف هذه المحافظة هي مجموعة مكونات وطواف في حال عدم الاستجابة عننا نحن ننتهي أسبوع وبعد الأسبوع ننتهي قطع ونضيف أسماء جديدة مرت كل القادة الأمنيين موجودة لا يوجد خلاف مع قائد أمني شخصيا وإنما الخلاف وليس خلاف وإنما هو حق من حقوق أهالي ديالة وهو يكون المنصب لأهالي ديالة ولهذا السبب ديالة لن تخلو من قادة الضباط وخيارة الضباط وقدمت أكثر قادتها وضباطها شهداء نطالب دولة رئيس الوزراء السوداني على أن قائد الشرطة حصرا من محافظة ديالة مطلب جماهيري جيبنا كردي عربي شيعي سني إلا من ديالة أنا أقول لك ليش ليان خروقات أمنية أبو ديالة يعرف المنطقة يعرف المقدادية يعرف الخالص يعرف المكانات موجودة يجيب لنا واحد من غير مكان يريد لها سنة يلا يتعلموا هذه الشغلة بالتزامن مع تكرار الخروقات الأمنية في كاركوك يطالب المكون الكردي في المدينة بتشكيل لواءين من القوى المشتركة وسط تحذيرات من تشجير هذه القوى لصالح مكون معين على حساب آخر في المحافظة مع كل خرق أمني تتعرض له كاركوك يؤكد الكرد على ضعف أداء القوات الأمنية ويطالب بتنفيذ اتفاقية تشكيل لواءين من القوة المشتركة التي تعتبر قوة ساندة لسد الفراغات الأمنية التي يستغلها الإرهاب الخرقات التي حددت في مدينة كاركوك وأطراف مدينة كاركوك هو سببها وجود فراغات أمنية هذه الفراغات تمتد إلى آلاف الكيلومترات ما بين قوات البشمرقة والقوات الاتحادية داعش يستغل هذه الفراغات من أجل شن هجماتها مدينة كاركو والمناطق المتنازعة عليها بحاجة إلى ملء هذه الفراغات من خلال تشكيل لواءين تم الاتفاق سابقا ما بين وزارة الدفاع العراقية وما بين وزارة البشمرقة على تشكيل لواءين مشتركين لملء هذه الفراغات الأمنية لكي لا يستغلها الدواعش ويشن الهجمات من خلال هذه الفراغات فيما يؤكد سياسيون أن بعض التصريحات حول ضعف الأداء الأمني ومطالب بتشكيل قوة ساندة مشتركة لربما يجيروا وفق أجندات خاصة مشددين على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري لتلافي حدوث خرق أمني جديد نقول بأن هذه العمليات معالجتها لا بد أن تتهم ميدانيا ومن خلال الجهد الاستخباراتي هناك معالجة لهذه العمليات وإن شاء الله تتم السيطرة عليها لكن في كاركوك وأهالي كاركوك بجميع مكوناته هناك تخوف بأن تكون تلك العمليات مدعاة لإتارة مساء الأخرى تثير حفيظة أهل المحافظة وتهدد سل الأمن المجتمعي والسلمة الذي عاشت فيه خلال الفترة الماضية لذلك لا بد من جهود إضافية وجهد استخباراتي خاصة لأجل السيطرة على هذا الوضع ومعالجته بسرعة الممكنة تدخل كاركوك دوامة التصريحات المتشنجة مع أي خرق أمني يحدث وبحسب مراقبين أن وجود الخلايا الإرهابية النائمة يوجب على القوات الأمنية الماسكة للأرض تغيير استراتيجيتها لردع تلك المجامع المسلحة من كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة إلى عنوينها مع استمرار اتفاع الدولار تواقع لعقد جلسة برلمانية استثنائية والفتلة وتنتقد صمت محافظة البنك المركزي انتهاكات أبو رغيف واللجنته تفجر غضباً شعبية ومطالبات فرلمانية بمحاسبة جميع المتورطين بالجرائل مجلس الخدمة يطلق استمارة توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل ومحاضر مدينة الصدر يطالبون بالتثبيت البصرة تتزين تحضيراً لعرسها الخليجي والسوداني وجه بإتاحة البث التلفزيوني للبطولة مجاناً لجميع القنوات هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة تيفي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب، انستجرام، تليجرام، تويتر، سنابشات وحتى تيك توك شكراً لكرب المتابعة واللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة